نادي الاهلي من طرف اخر يعني كسف اتصالاته طبعا باتحاد الكرة عشان يضغط اكتر لاستقدام خبير تحكيم اجنبي اللي قيد لك الحكام وده اللي كان الاهلي طلبه في بيان رسمي منذ ايام قليلة طبعا بعد قصة التسريبات وقصة المباراة الزمالك والبنك الاهلي وكان له مطالبات عديدة يعني ابرز المطالبات اللي طلبها النادي الاهلي من اتحاد الكرة تحديد الموقف من تسريبات غرفة الفار في مباراة الزمالك والبنك الاهلي طالب كمان النادي الاهلي اقالت لجنة الحكام حال ثبوت صحة التسريبات اللي تم تدولها مؤخرا لقالي كمان طلب السماح وده طلب انا شايفه منطقي السماح للاندية بالاستماع الى حوار غرفة الفار في المواقف الجدلية اللي تؤسع عتاج المباراة لقالي كمان طلب بسرعة تسنال منظومة التحكيم الى خبير اجنبي لينقص بطولة الدورة المصرية وانا بقولك بعد اللي حصل في مباراة الزمالك والبنك الاهلي وقتوابعة ما بقاش فيه مخرج غير انك تجيب خبير اجنبي مش تعرف ولو عانت ولو استنيت ولو سبرت شوية ولو اعتمدت كالعادة على فكرة النسيان انا بقولك اهو اللي جاي اصحب فبدري بدري نحل الامور تابعا موسيقى